لا زالت الريح القطبية الباردة تجدح معظم أوروبا مخلفة ضحايا يعدون بالمئات وخاصة في أوروبا الشرقية ضحايا البرد القارس ينضف إليهم ضحايا حوادث سير والفيضانات النجمة عن ذوبان التلوج درجة الحرارة تدنت إلى مستوى التجمد فتسببت في وفاة 300 شخص وتعطل خدمات النقل على نتاق واسع وكذا حرمان العديد من المناطق من الطيار الكهربائي وقع موجة السقيع كان أكبر بأوروبا الشرقية وخاصة بأوكرانيا ولتسجلت بها وفاة 135 شخصا نتيجة هبوط درجة الحرارة إلى أكثر من 40 تحت الصفر وبرومانيا بلق عدد القتلى 24 وبولندا توفي 17 شخصا ويعد السبب الرئيسي في ارتفاع الوفيات إلى التناول المفرد للكحول إضافة إلى الاختناق بالثاني أكسيد الكربون نتيجة المدافئ القديمة وبالإضافة إلى حالة الوفاة بقي العديد من سكان بعض المناطق يعيشون في معزل عن العالم كما هو الشأن بالنسبة لـ 70 ألف سربي حيث يستحيل سلوك طرق على طول 5000 كم أوروبا الغربية وإن كانت الخسائر البشرية فيها أقل ليست بمنأة عن هذا الإجتياح البارد حيث ألغيت العديد من الرحالات الجوية ببريطانيا وبلغت درجة الحرارة بسويسرا أقل من 35 درجة تحت السفر وتم إغلاق المدارس والدوائر العامة بروما وتبقى فرنسا مهددة بالقطاع كبير في التيار الكهربائي